هنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي وحاول تشترك في القناة الكبير لأن الملخص سيكون خطير وكامل لو شفت الفيديو الأخير هتدعمنا وتقولوا أنتوا أساطير ولو مش متابعنا انت أكيد فايتك كتير فيلمنا النهاردة من إنتاج شركة مارفل وبيقدموا لنا فيه بطالهم الجديد ومن وجهة نظري أنه يصنف من ضمن أفضل الأبطال والفيلم بيبدأ بدكتور مايكل موربيوس وهو في مكان اسمه تلال المدفق استريكا ونزل عند مكان جبلي وكان قدامه كهف غريب ومرعب وقال للرجال اللي معين حطوا الفخ على باب الكهف ودكتور مايكل ويف قدام الفخ وجرح إيده جرحه قوي بسكينة ولما الدم منزل منها الخفافيش اللي في الكهف بدأت تشمه وتتجنن وهجموا على الدم وكان عددهم كبير بطريقة مرعبة وفي شوية منهم اتحبسوا في الفخ المهم ما ننسيبهم محبوسين كده وهنروح اليونان قبل خمسة وعشرين سنة من الأحداث اللي انتوا شفتوها دي لكن قبل ما نبدأ في المنا نطالب الجمهور بإنه يدعمنا في قناة في كلمة ونص ودي قناتنا الجديدة اللي هنقدم لك فيها كل ما يخص الانيمي او الانيميشن وكمان كل اللي هتطلبوه في المحتوى ده وهتلاقوا في القناة شوية أفلامها هتأجيبكو ويلا روح اشتركوا خطوركوا لفة في القناة وهتلاقوا الرابط تحت في الوصف وتعالوا بقى نروح نبدأ في المنا ومايكل كان لسه طفل وعايش في ضر رعاية للناس اللي عندهم أمراض غريبة وده لأنه كان عنده مرض نادر جدا في الدم وفي يوم من الأيام في طفل تاني راح لنفس المكان وكان عنده نفس المرض والطفل ده اسمه لوسيان لكن مايكل سمى مايلو هو غتاة كده ومايلو ده بقى عارف ان مايكل بقى له كتير في المكان ده ولسه متعالكش وهو مايكل كان خنزير معاه شوية وقال له احنا مناش راجل ان في حاجة مفقودة في الحمض النوى بتاعنا ولو ماخدناش الرعاية الصحية الصحة هنموت وقطع كلامهم شوية طلاب خنزير خارجين من المدرسة اللي جنبهم وفضلوا يتريع عليهم عشان مرضى متخيرين التنمر وصل لفين وفجأة الجهاز اللي مايلو متوصل عليه حصل فيه عطل فأغم عليه وكان داخل لمرحلة الموت ومايكل لما شاهد كده حاول يساعده بسرعة واستخدم قلم عشان يصلح الجهاز وخد منه السوستة اللي فيه فعلا صلح الجهاز ولما اشتغل مايلو فاق تاني والدكتور اللي مسئول عنهم اسمه نيكولاس لما عارف اللي حصل قال انا كبهير امبارط لانه كان محتاج فريق كامل من العلماء عشان يصنعوه وانت صلحته بكل بساطة بسستة الام وبصراحة كده هحس بالزنب لو دفنت موهبتك دي وهوصي عليك في مدرسة للموهبين وهما اللي هتكفلوا بكل مصاريفك لان بصراحة انت مهوب وخسار الضيع ومايكل سابر سالى المايلو وقال له ده مش ودع لاني هلاقي الالاج لنا عشان نعيش لحد ما نعجز ودكتور نيكولاس وعد مايكل انه هيرا عميلو يهتم بي ونروح بعد مايكل كبر ورجع من رحلة صدر خاففيش اللي هو كان فيها وحضر حفلة معمولة عشانه عشان يتكرم على اختراعه وهو انه طور الدم الصناعي لدرجة انه انقص حياة ناس كتير جدا والمفروض ان ملك السويد هو اللي كان هيكرمه بجائزة نوبيل لكن مايكل موربيوس رفض يتكرم لانه شايف ان اللي هو وصل له ده كان نتائج جانبية لتجربة فشلة هو كان بيعملها ومارتن الدكتورة المساعدة ليه وكمان حبيبته استغربت منه لان الجهزة دي كانت هتعايشه ملك بقيت عمره وغير المستثمرين اللي هيتطلبوا يشتغل معهم في كل انحاء العالم لكن هو مكانش مهتم باي حاجة غير انه لقي علاج لمرضه ومارتن قالت له طب هو مايلو الدعم الساخ بتاعك يعرف التجارب اللي انت بتعملها هنا والتجارب دي هي انه بيحاول يخلط الدم البشري مع دم الخفافيش عشان يلاقي علاج لنفسه واخد جزء كده من خفاش مسؤول عن هضم الدم اللي الخفاش بيمصه وحطه في جهزة عشان يطلع له المصل ده ولما المصلة تلع خده عشان يختبره على فار تجارب والفار بعد وقت بسيط جدا ماستحملش المصل ومات وبعد كده مايكل فقد الأمل ومارتن لقيت الفار فاقه لسه عايش فاتصدمت وقارت لمايكل وهو اول ماعرف ان التجارب بتاعته نجحت فرح وراح لمايلو صديقته فلتو ودي بقى فيلة مايلو وكان عنده شوية جاردات تحس انهم ببان ولما دخلوا كان دكتور نيكولاس عنده عشان هو المسؤول عن رعايته لحد دلوقتي ومايكل خده خرجه يتمشه وبعد كده قال له انا لقيت العلاج لمرضنا خلاص لكن لسه محتاج شوية دراسة واختبارات وعشان كده انا هختبره على نفسي بس لازم اكون في مركب في نص البحر لزوم الامان ومايلو وفاره للمركب اللي هو محتاجه وكمان كان معاه شوية ناس مرتزقة ومسلحين لزوم الحماية من اي خطر ومعاه المساعدة بتاعته مارتين وجهز المصل اللي هيحل نفسه بي واده لمرتين اللي حقنته بي وربطته في سريرة عشان ما يعملش اي تصرف مش طبيعي وكمان كان محبوص في غرفة المفروض انها امان وفي واحد من الجماعة المرتزقة اللي معهم لقى الكهربة بترعش فراح عشان يشوفهم ما بيعملوا ايه ولما دخل المختور فجأة مايكل اختفى من قدامهم فدخلوا على الغرفة ومارتين شافته لازق في السقف وشكله بقى مرعب والرجل ده اول ما شافه خافه استدعى اصحابه وبعد كده بدأ يضرب نار عليه لكن مايكل هجم عليه وكان سريع جدا ومارتين لما شافت كده خافت فخرجت من الغرفة بسرعة وقفرتها عليه وحاولت تكلمه عشان يوقف اللي هو بيعمله لكن له حياته ريمانتو نادي وبدأ يضرب اعزاز الغرفة بكل قوته وكان سريع جدا عشان يضمره ومارتين خافت منه وباقي الرجالة وصلوا وهم جاهزين اسلحتهم في حاول التمنعهم من انهم يستخدموا الاسلحة لكن شو واحد منهم زقها فطيارها فلزقت في جاز من الاجهزة وقعت فاغم عليها مبراحة حيوان انت مش تفتح دي ليدي لطيفة خالص وفي الوقت ده مايكل دمر الغرفة اللي هو فيها وخرج ولما شافها وقع على الارض اتجنن وكان سريع لدرجة انه بيتخطر رصاص وخلص على كل اللي واقفين قدامه بكل بسطة فكلمة ونصف ورجع بسطة تاني على مارتين وكمل هجومه على باقي اللي في المركب ومرتاح شغير لما خلص عليهم كلهم وبعد كده جسمه بدأ يرجع لشكله الطبيعي التاني وكان اكتر قوة حيوية غير انه بيقدر يقاف على رجله مش داي الاول كان عاجز واتصدم من كمية الناس اللي هو قتلهم وراح يشوف مارتين عشان يطمن عليها ولقاها لسه فقدة الوعية لكن عايشة فراح راجع الكاميرات اللي في المكان وشاف اللي حصل فاتصدم اكتر وكلم الاستغاثة في اللاسلك وقال لهم ان اللي في السفينة محتاجين مساعدة وراح خاد المصلين البقيين من اللي هو صنع ونطف من السفينة في البحر والمساعدة وصلت ولما شافوا جوسس كتير الشرطة ادخلت والمسؤول عن القضية المحقق استراود وصاحبه رودريجيز ولو ان كل الناس الميتة دموهم ممسوس ولما حبوا يرجع الكاميرات ولو ان الدتا بتاعتها متضمرة وبعد كده شافوا ورقة معمولة على شكل خفاش ودي شبه الالعاب الوراقية اللي مايكل مشهور بها فشكوا انه هو اللي عمل كده وخاصة لان الدكتورة المساعدة بتاعته موجودة في المركب وتاني يوم مايكل راح للمستشفى اللي هو شغال فيها وكمان مارتين بتتعالج فيها عشان يطمن عليها وبعد ما اطمن عليها دخل المختبر بتاعه ولقى نفسه بدأ يرجع تاني لعجزه انه مش قادر يوقف على رجله وده بسبب مرضه فطلق المصل اللي هو صنعه وحطه على المكتب وراح بسرعة المغزن الدم الصناعي المعدل اللي هو مصنعه وبدأ يشرب من اكياس الدم الابيض وبعد ما شربه ورجع الى صحته تاني وبقى قوي فضبط الساعة بتاعته عشان يعرف مفعوله بيدوم قد ايه ولما حب يختبر قدراته كان بيتشغل في المعمل ورجله بقت قوي لدرجة انه متعلق عليها بخلاف الاول ما كانش بيقدر يقف عليها اصلا وبعد كده فتح الغرفة اللي الخفافيش محبوسين فيها ودخل معهم والخفافيش رحابه بي وكانوا بيطيره جنبه كأنه واحد منهم ومحدش فيهم فكر يهجمه زي ما بيعمله مع اي حد غير انه اكتشف انه كسب شوات قدرات تانية من الخفافيش ودي عبارة عن حاجة شبه الرادار في عينه وكمان قوة السمع عنده بقت قوية جدا لدرجة ان لو نم لماشي جنبه ممكن يسمعها وبعد كده اكتشف ان القدرات دي وقتها محدود لان الدم الصناعي اللي هو عايش عليها يخلي زي الفولي لمدة ست ساعات بس فحبس نفسه في غرفة عزلة عشان يشوف ايه اللي هيحصله لو مشربش دم وبدأ يكله شبه المدمنين ومش قادر يسيطر على نفسه وبالصدفة صاحبه مايلو راح له عشان يطمن عليه وشاف المصلين اللي على المكتب وبعد كده شاف مايكل وهو محبوس وكتاب له على عزاز الغرفة هات لدم ومايلو دخل غرفة الدم بسرعة وجاب له كيس دم ولما مايكل شربه قدر يوقف على رجله ومايلو لما شاف كده فرح قوي وقال له انا عاوز من العلاج ده لكن مايكل رفض يدهوله لانه خطر وقال له انا بسبب المصل ده قتلت الناس لكن مايلو مهتمش باي حاجة وقال له عادي دول كانوا شوية مرتزقة ونقدر نخفي الموضوع ودي ممرضة كانت شغالة في نفس المستشفى وفي اليوم ده اتأخرت في المستشفى وكانت ماشية في المكان الضلمة ده وفجأة حاست بحركة وراها فخافت وبعد كده شافت حاجة شكلها مرعب بتقرب منها فحاولت تهرب وجيريت لحد ما وصلت للنور ولما قادته ما لقيتش حاجة وراها لكن فجأة في ايد مصاص دماء مسكيتها وبدأت تمص دماء وهي كابت حاول تهرب لكن بدون فايدة وتاني يوم مايكل كان في المستشفى وبسبب قدرته على السمع يسمع الصوت ناس بتتكلم عن الدكتورة اللي ماتت والدكاتري كانوا بيقولوا ان في حاجة مصة الدم اللي في جسمها كله فاتصدم لانه خاف من نفسه بسبب اللي بيعمله وطبعا كان مفكر نفسه بيعمل كده وهو مش في وعيه فاكرر انه يبعد عن الناس خالص لكن قبل ما يخرج من المستشفى الزابط استرواد المسئول عن قضيته وقفه وقال له اسمحلي اشكرك الاول لان الدم الصناعة اللي صناعته انقذني قبل كده وكمان محتاجك تجي معايا لاني عاوز اسألك شوية اسئلة لكن مايكل رفض يروح معهم وضربهم وهرب من المكان وكان سريع جدا لحد ما وصل للسطح وفجأة فقط تحكمه في نفسه لان مفعول الدم راح والمحاقق كان وراه هدده باسلاحه ومايكل استسلم ولما قبضوا عليه بدأ يدرس حالته في السجن وعرف ان مفعول الدم الصناعي قال لي من ست ساعات لاربع ساعات واثنين وعشرين دقيقة والصاحب مايلو راح يزوره ومايكل قال له انا مش عارف انا قتلت الدكتورة دي امتى لاني فقدت الوعي ولما فوقت عرفت انها ماتت ومايلو قال له انا مش مصدق انك ممكن تعمل كده لانك بتعالج الناس ما بتقتلهمش ومستحيل تكون انت اللي عملتها ولما الزيارة خلصت مايلو ساب له كيس دمه وقال له ده هيساعدك عشان حالتك تستقر ولما خرج من المستشفى مايكل اكتشف ان مايلو خاد المصل وده لانه بقى بيقدر يمشي وساب العصايا اللي هو بتعكس عليها عند مايكل في السجن فادق جدا وماقدرش يسيطر على نفسه واشتير بكيس الدم وبقى قوي وفضمر جدار السجن وهرب عشان يروح ورا مايلو وفعلا شافه كان بيشتري حاجاته وبعد كده قتل الراجل صاحب المكان عشان يمس دمه وقال له انت ليه خط المصل معاين حذرتك منه انه هيحولك لوحش لكن مايلو كان شاف ان التحاول ده حاجة حلوة مش وحشة وقال له انا اللي قتلت الممرضة لاني ما كنتش في وعي لانه كنت رسه واخذ المصل جديد ولما اختلفوا في الكلام مع بعض بدأوا يضربوا بعض وكانوا سراع جدا وهم بضربوا بعض ودخلوا لمحطة مترو وهم لسه في اخناقاتهم والشرطة وصلت لهم عشان توبض عليهم لكن مايلو كان فرحان بقوته وخلص عليهم وكان فخور اوي بنفسه ويرقص في قسطهم من كتر فرحته ومايكل لما شافه بيعمل كده عارف انه مفيش منه فايدة والسابه ماشي لكن مايلو راح وراه عشان يخلص عليه وبعد شوية ضربه مايكل سمع صوت قطر جايب فاستخدم قوة الطيران بتاعته اللي هو لسه مكتشف انها عنده طار وفضل طير قدام القطر لحد ما هرب من مايلو لانه مش عاوز يحاربه وراح يقابل مارتن الدكتورة المساعدة بتاعته وقال لها مش هانا اللي قتلت الممرضة ولا حتى الزباط بتاع الشرطة ومايلو هو اللي بيعمل كده ولازم اوقفه ومحتاج مساعدتك وقال لها على شوية حاجات تجيبها له من المختبر بتاعه السابه وماشي ورا شوية عيال سمع ان عندهم معمل لصناعة المخدرات لحد ما عارف مكان المعمل ده ودخل عليهم وكل اللي هو عمله ضرب واحد منهم بس والبقين هربوا واللي الضرب ده سأل مايكل انت مين يا عمه مايكل قال له ايام فينوم وكان شكله مرعب او بصراح والوقت خاف واختفى هو كمان ومايكل بدأ يستخدم الاجهزة اللي في المعمل ده عشان يصنع الجهاز اللي يلزمه عشان يصنع مص لمضاد للي حصل لهم وفي نفس الوقت مايكل كان فخور او بنفسه وقوته كان عمال بيستعرض في نفسه ولما حس انه جعان خرج عشان يأكل وشاف ثلاث شباب خارجين من نادي ليلي في نزل مصمصهم ومارتن لما رحت للمعمل عشان تاخد الحاجات اللي مايكل محتاجها لقيت مايكل هناك فاتصدمت وقالت له لو عارفة انك هنا كنت جبت لك معايا اكل وهي خدت اخر عبوها من المصلق اللي بيحولهم دهوء واللاب بتاع مايكل وراحت له عشان تعيش معالي انها بقت مطلوبة من الشرطة يا كمان وكده خافت منه حاول اتفاوه بسرعة وهو فقوي اعتذر له وقلمت لا ايش انا مش عايش دور دي لكولة ولا حاجة لكن هي قالت له خالصا حسيت ان اللي حصل ده كان رومانسي جدا المهم ان مايلي طلع كان بيرابها وعارف المكان اللي هم عايشين فيه والشرطة راح اتحقق في موت الشباب اللي مايلي اتعشى بيهم مبارح وكانوا شكين ان مايكل هو اللي عمل كده لكن لما شافوا الكاميرات اللي في المكان عارفوا ان ده شخص تاني ونشر صورته في الاخبار والدكتور نيكولاس اللي كان مسؤول عن حالة مايلو شاف الصورة وعارف ان ده مايلو فراح له عشان يقول له انت وردت نفسك في ايه لكن مايلو ده طلع مصاص دماء خانزير وجرح نيكولاس في بطنه وبعد كده ضربه وسابه وهو بيموت ومايكل صنع مظلق المفروض انه سامل الخفافيش ومميت للبشر يعني اللي هيتحان به على طول هيموت وكان صنع منه ابوتين ومارتن قالت له طب والابوة التانية دي المين فقال لها لازم انا كمان اموت لاني قريب مش هينفع تغزة غير على الدم البشري وبعد كده جاله مكالمة من نيكولاس وهو بيودع وقال له انا محتاج مساعدتك ومايكل راح له بسرعة وكل اللي هو سمعه منه انت لازم توقفه وبعد كده ماء وفي نفس الوقت مايلو كان عند مارتن وقال له اتصل بيلي اني عاوزه يسمعك وانا بقتلك ومايكل كان سمعه اصلا بسبب قوة السمع بتاعته فوقف وهو متضايق وخايف على مارتن وسامع كل اللي بيحصل عندها وبدأ يطير بكل سرعته عشان يوصل لها والطريق كان طويل لكن وصل عندها بسرعة ولقاها وقعه في الارض وبتنزف وهتموت فقالت له استغرم دمه عشان تكون قوي وتقدر توقفه فنزل بسها وهي جرحته ونزل منه دم في بقها وبعد كده ماتت في الدايق وكان حزين جدا ومص دمها وبعد كده شاف مايلو قدامه وبدأوا بقى معركتهم مع بعضه كانت معركة قوية جدا ومايلو جرح مايكل جرح قوي في بطنه ومبقاش قادر يوقف وبعد كده مسكه ورمى بكل قوته ونزل فوق عشان يكمل ضرب فيه ومن قوتهم دمروا الارض ونزلوا تحتها ومايكل سرخ بكل قوته وكانت سرخة قوية جدا طلعت موجات مجدد في المدينة الكاملة وبعد كده اغمى عليه وقع وفجأة فيه جيش خفافيش ماروش عدد راحله وفضل يتوره حواليه اللي هو يعني بيستجيبوا للصرخة بتاعته وبدأوا يشلوا لحد مايف على رجله ولما فقى لقى مايلو دخل عليه عشان يقتله لكن هو اللي ضربه ضربة قوية بالخفافيش وكان بيتحكم فيهم بايده ووجههم كلهم على مايلو وبسببهم عرفش يقوم من مكانه ومايكل عرف يوصل له وحاقنه بالمصر اللي هيقتله ومايلو فجأة قلب قدت بلدي وقال له ما تقتلنيش لكن فات الأوان لأنه مات خلاص ومايكل زعل عليه جدا لكن ما كانش فيه حل تاني والشرطة وصلت للمكان ولاية الارض متضمرة وفجأة فيجيش خفافيش طلع منها ومايكل كان طير في وسطهم والخفافيش بقت ماليا المدينة ومرت انصحيت فجأة وعنيها بقت لونها أحمر وشافت مايكل وهو طير وشكلها كده بقت زيهم وده بقى مشهد من بعد ما الفيلم خلص والأحداث اللي كانت حصلت من دكتور سترينجي في فيلم سبيدرمان نووي هوم لما دخل الأكوان في بعضها واللي ما شافش الفيلم ده سيب لكم اللينك بتاعه في الوصف المهم ان ده أثر في العالم بتاع مايكل وبعت عندهم واحد اسمه توم وده شخصية شريرة في فيلم سبيدرمان هوم كامينج ومن حصن حظه انه نزل في زنزانة لكن الشرطة لما شافته تطلعوا له انه المفروض انه مش مقدان عندهم وما يعرفوش مين ده أصلا وهو صنع بقى ايه بدلته تانية عشان يعني يستخدمها في أعمال الشر بتاعته لكن صنعها المرة بشكل اقوى شوية ورح قابل مايكل موربيوس وقال له انا مش عارف انا جيت هنا ازاي وتقريبا داري علاقة بس بايدرمان بس اللي عرفو ان الكلام ده كله مش هيفرق لان المكان هنا عجبني وازن الناس اللي هم زي امثالنا كده المفروض يبقوا فريق عشان نعمل شوية حاجات حلوة مع بعض ومايكل قال له حبيبي ومشي مع بعضه يا ترى يا مارفل انت مخبيان لنا ايه يا ترى وطبعا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعالوا زر الجرس واللايك الجميل وكمان برضو ما تنسوش تخشوا على القناة الجديدة بتاعت انيمي في كل مونس وتدوسوا اشتراك برضو وتفعالوا زر الجرس وتدوها اللايك الجميل